في برنامج السيبرتاية مع ياسر كنت أعطيكم أن احنا هنركز على بناء الأطر وفتح الملفات ونعالج الخلل اللي أنا شايفه كبير في صحتنا العربية أن احنا عندنا تدفق ضخم جدا من المعلومات لكن ليس لها إطار ولا ملفات من أهم الحاجات اللي محتاجين نفهمها ونتعلمها مع بعض أن احنا نعمل الأطر عندما نتعطى مع التاريخ وليه اخترت التاريخ مش الجغرافية احنا كمنطقة مأزومة وفيها مشاكل يعني إلى مشاكل ضخمة جدا إلى أعنان السماء كل ما تحصل أزمة يحصل فشل نرجع بسرعة للتاريخ كنا أفضل أمة وكنا أحسن ناس ودخلت على الحالة المصرية فخر الحضارة و7000 سنة حضارة كل هذا الكلام كويس لكن إزاي نستفيد من هذا العمق التاريخي والحضارة التاريخ جيد جدا نعرفه جيد نتعلم فيه المعلومات لكن كيف نجعل التاريخ اتجاهه للمستقبل مش اتجاهه للماضي يعني إزاي يكون التاريخ أداة للتقدم وليس أداة للتراجع أو أداة لصدعاء التخلف المشكلة مش في أنك تعرف في الأسرة الفرعونية رقم واحد وأسرة رقم اثنين ومن الذي بنى الهرم الأكبر ومن الذي بنى الهرم الأصغر ومن الذي حفر قناة سيزوستريس ومن الذي بنى المعبة بتاعها حبس تشوت الإشكالية أنك تعرف في التاريخ كيف نتعامل معه التاريخ عشان نتعامل معه فيه التاريخ أربع أنواع أول نوع من التاريخ هو التاريخ الطبيعي مثلا في يوم 6 أكتوبر 1973 عبر الجيش المصري خط برليف واشتبك مع الجيش الإسرائيل وعمل نجاحات ضخمة جدا في هذه الحرب هذا التاريخ يسمى التاريخ الطبيعي واللي خلص قرابة من حوالي أربعين سنة لكن نحن إلى الآن بناخد في مصر أجازة 6 أكتوبر رغم أن الحدث بقاله أزد من أربعين سنة وتيجي الطيران وتيجي احتفالات وستدعاء البطولات ومن صاحب الضربة الجوية الأولى ومن صاحب أول اللي عمل خط برليف إلى الآن هذا التاريخ يستدعى بيسمى هذا الاستدعاء التاريخ الوجداني يعني الحدث اللي حصل زمان الآن بنموته شوية أو بنمده عشان الأجياء لتتعلم في هذا المستوى على المستوى تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام غزو ببدر اللي وقع تيوم 17 رمضان في السنة الثانية الهجرية رغم أنه حدث الآن يعني تخطى 1400 سنة لكن حدث جميل بيستدعى في كل المساجد في رمضان بيتعمل حواليه دروس وأغاني وألاشيد عشان أصبح تاريخ وجداني فكده عندنا نوعين من التاريخ التاريخ الطبيعي والتاريخ الوجداني وانت بتقرأ التاريخ خليك فاهم كويس انت بتتعامل مع اي تاريخ هو تاريخ طبيعي ولا تاريخ وجداني النوع الثالث من التاريخ اسمه التاريخ الحافز يعني مثلا لما نقرأ في السيرة أو نقرأ في تاريخ المسلمين المحطات التي تعاون فيها الشيعة والسنة لمقاومة الحملات الصليبية دي محطة مهمة جدا بتقول ان يمكن المسلمين شيعة والسنة يتوحدوا وحصل كده فتعاونوا ضد مقاومة الاحتلال أو العدوان الصليبي أو الحملات الصليبية دي بيسمى التاريخ الحافز فيه تاريخ تاني بقى والتاريخ الأسود والتاريخ المنال بستين نيلة هو التاريخ الكابت يعني واحد من المؤلفين أو المؤرخين يركز على الفترات والمعارك بين الشيعة والسنة وعلاقتهم بصلاح الدين وماذا فعل صلاح الدين مع الشيعة ويجيب وقائع بسيطة ويبدأ يتعامل معها فليقرأ هذه الوقائع يظن ان هذا التاريخ أسود وان مستقبلنا سيء جدا لأننا تاريخيا لم نتعاون مع أحد فالتاريخ عندما نتعاطى معاه محتاجين نفرع من أربع أنواع التاريخ الطبيعي والتاريخ الوجداني والتاريخ الحافز والتاريخ الكابت بهذه الربعية وانت بتقرأ التاريخ يكون دماغك أو عقلك في راسك تفهم كويس جدا انت ماسك التاريخ من أي بوابة وكيف تتعامل معها ونلتقي مرة أخرى مع حلقة من السبرتاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر